موسيقى نتابع في هذه الحلقة بالبحث والتحليل مباحثات جنيب بشأن اليمن عراقي للحوثي في مصاري التفاوض اشتباكات القامشلي حادث معزول أم مقدمة لحسابات سياسية بين الأكراد ودمشق مرحبا بكم على طاولة مفاوضات جنيب حضر وفد الحكومة اليمنية والوسيط الأممي وغاب عنها وفد ميليشيات الحوثي فيما وضع المبعوث الأممي مارتين جريفث أمالا كبرى على جولة جنيب وضع وفد الحوثي عدة شروط للمشاركة في المحادثة اعتبرها الطرف الآخر عراقيل وحججا لإفشال المفاوضات فمن يتحمل مسؤولية فشل جولة مفاوضات جنيب حول اليمن واستمرار القتال وما هي الضمانات التي يطالب بها كل طرف لبناء الثقة والبدء في التفاوض وما هي خيارات المبعوث الأممي لإقناع الحوثيين بالتفاوض عوضا عن القتال لإنهاء الصراع في اليمن بعد ثلاثة أيام من الانتظار فشلت المساعي الأممية لعقد مباحثات جنيف بشأن الأزمة اليمانية بسبب عدم حضور وفد الحوثيين المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث أعلن انتهاء محادثات السلام حول النزاع اليمني برعاية الأمم المتحدة ما يؤشر إلى عودة الأمر إلى نقطة الصفر من جديد ورغم عدم إجراء المباحثات أكد جريفث أن غياب الحوثيين لا يشكل عائقا أساسيا لعملية السلام مشيرا إلى أنه سيلتقي ممثلين عنهم قريبا في صنعاء وتعهد جريفث بمواصلة المساعي الدبلوماسية لإتفاق على موعد جديد للمباحثات بين الأطراف اليمنية من جانبه اتهم وفد الحكومة اليمنية المبعوثة الأممي بالتساهل مع جماعة الحوثي وطلب الوفد الأمم المتحدة بمزيد من الحزم والضغط على الحوثيين لإجبارهم على الجلوس على طاولة المفاوضات ورفضت جماعة الحوثي مغادرة اليمن ما لم تلب الأمم المتحدة شروطا من بينها ضامان عودة آمنة لوفدهم من جنيف إلى صنعاء عليكم سؤالا ويرى مراقبون أن المراوغة والتعنت المستمر من جانب الحوثيين يدل على عدم رغبة الجماعة في إحلال السلام وسعرها إلى إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة اليمنيين محادثات السلام التي انتهت قبل أن تبدأ تعد الأولى بين أطراف النزاح منذ أواخر جاوية مشاورات في أغسطس عام 2016 في الكويت حيث فشلت مساعي الأمم المتحدة في التوصل إلى حل ينهي النزاع المستمر منذ أربعة أهوام موسيقى موسيقى ولمتابعة هذا الملف ينضم إلينا في الستوديو الكاتب الصحفي اليمني حسن العديني مرحبا بك فانت أهلا ومن لندن ينضم إلينا دكتور علي نعمان الكاتب والمحلل السياسي اليمني أبدأ من القاهرة سيد حسن كيف نظرت إلى تعليق المبعوث الأممية على غياب الحثيين عن المفاوضات رأيت أنه يخفي فشله من البداية كانت أو كانت وقعانا أن جينيف ستكون كوميديا سوداء ومن المفترض ما دامت مفاوضات أو مباحثات غير مباشرة أن تتم خارج جينيف أن يذهب من المبعوث إلى مسقط أو إلى صنعاه وأن يذهب إلى الرياض أو إلى عدن أما أن يجمعهم هناك فقد وضع نفسه ما مع حرقين كبير أولا لأن الحثي تعامل معه باستحلاء تعامل مع الشعب اليمني باستحلاء ومع المنظمة الدولية مع الممتحدة باستعلاء مع الشعب اليمني بأنه هو الذي يقرر وأن اليمنيين إنما يخضعون ويسلمون له بما يشاء ذلك تبدى من موقف الوفد اليمني حينها أعطاه ثلاث أيام صحيح أنه فضحه لكن كان مفروض أن يعطيه نصف الوقت وليس كله كان مفروض أن ينسحب من المتصف الطريق المبعوث الأممي تحدث وقال بأنه حقق تقدم خلال الثلاث أيام مع من تقدم؟ لم يقريب مفاوضات مع الطرفين هل انتزع تنازلات من وفد الحكومة الشرعية؟ لا أظن لأن تصريح وزير الخارقية بأن المبعوث الأممي يقدم ترضية للحوثيين أظن أنها كانت مهزلة وسقرية كبيرة أقصى ما فيها أن المبعوث الأممي تغلب على كرامته ورادان الوضع الحوثيين نذهب إلى لندن دكتور علي إذا تابعت تصريحات وزير الخارجية اليمني أكد فيها أن ما يقوله المبعوث الأممي في الاجتماعات معهم ليس هو ما يقوله في العلن أمام وسائل الإعلام وهذا يخالف ما يتم الاتفاق عليه أنا في تقديري هذا صحيح إلى حد كبير لحيث أن غريفيت كان متفائلا كثيرا وكان يؤكد منذ البدايات الأولى في زيارات مكوكية إلى الرياض وصنعاء ومسقط وعدن من أنه يحمل في قعبته الكثير من الأشياء تلك التي يمكن تكون إيجابية لوضع الطرفان أو الأطراف المختلفة المتنازعة في مسار السلام لكن يبدو أيضا لو لاحظت أيضا من خلال حديث غريفيت لم يذهب كثيرا إلى أنه يؤكد أو يعطي من أنه يمتلك على آليات جديدة أو أشياء جديدة هو لم يمتلك شيء بحيث كان يمكن أن يقدمه في المؤتمر الصحفي ولهذا غاب كثيرا عن المشهد السياسي برمته بحيث أنه هذه البحثات التي أنتهت قبل أن تبدأ كما أشار التقرير لكن أيضا في المسار الآخر الأحداث التي بأول ثلاثة أيام الماضية بيانت من أن غريفيت لم يمتلك على آليات واضحة كان يفترض من البداية قبل أن يذهب إلى جنيف أو قبل أن يتم دعوة الأطراف المختلفة إلى جنيف كان يفترض أن يمتلك على ضمانات حقيقية تلك التي تؤهل ليس غريفيت نفسه ولكن كل الأطراف للذهاب إلى المشاورات أو المباحثات الرسمية في جنيف ولهذا لو لاحظت أستاذي الكريم من أن غياب الآليات هذه قد أثرت تأثيرا منباشرا جعلت جنيفيت محرق بحيث أنه برر من جانب أنه لم تمتلك الأمم المتحدة على ضمانات كافية لوصول الوفد الحوثي طيب وأنت عملت هذه الأشهر من بعد رحادتك في إبريل وحادتك الثالثة المجلس الأمن من أنك تمتلك على ضمانات كثيرة جدا لوصول الأطراف إلى مكان آمن وهو غريفيت وعلنت أنت قبل عدة أسابيع من أن 6 سبتمبر سيكون الموعد اليوم الأول لبدن الباحثات لمدة أربع أيام متتالية لكن للأزف الشديد أنا يبدو حتى عندما شارع بالجانب الإيجابي باحثاته مع الطرف الحكومي وطرف الشرعية هو حقيقة معاه مني تفاهم من أجانياتي بأشياء قديدة ليذهب بها إلى مسقط أو صنعها فبالتالي أنا في تقديري الأمم المتحدة هي التي تمتلك أو هي التي يجب أن تتحمل الدور الأكبر في هذا الفشل الذي منيه في هذه المباحثات ومن جانب آخر على التحالف العربي وعلى الأطراف الأخرى أن تستثمر هذا الفشل الدبلوماسي في أنها تأتي بشروط أخرى جديدة أو تفاعل عملية العقوبات تلك التي أقرها مجلس الأمن في 22-16 وأيضا كل القرارات السابقة لأنه لو لاحظت أستاذ الكريم من أن الأمم المتحدة قد صفر العداد صفر العداد اليوم بحيث أنه لم يمتلك على أي خطوات أخرى جديدة يمكن أن تؤهله للقيام بهذه المهمة المهمة الناجحة الصعبة والمعقدة التي يفترض أن يفكفك رموزها ويحلح لها بالطريقة تلك التي هي تعطي المجتمع الدولي من هو الغلطان من هو الطرف الذي يتحمل المسؤولية بنوع من الشفافية في هذه النقطة سأعود إليك ولكن أدب إليك سيد حسن برأيك ما هو السبب الحقيقي لعدم ذهاب الحوثيين إلى جينيف ساقوا بعض الأسباب اللوجستية أنهم يريدون أن يذهبوا إلى سلطنة عمان وليس إلى جبوتي ونوع الطائرة وحجم الطائرة وهذه برأيك هل هذه الأسباب التي أدت إلى عدم ذهابهم؟ لا لا هذه أسباب وهي حتى الذين فسروا بأن الحوثي يريد أن يخرج قرحة أو أن يدخل أسلحة طبعا لا يمكن أن يدخل أسلحة بطيارة يمكن أن يدخل أجهزة تقنية حديثة لكن ليس هذا هو السبب أن يكون هناك قرحة يريد إخراجهم هذه مسألة يمكن أن يقشها ويحصل عليها وتوافق دول التحالف لكن أنا أظن أنه نوع من التهرق ومن الاستعلاء على الشعب اليمني وكما قلت هي رسالة بينهم نحن الذين نقرر ثم لحساب إيران أيضا رسالة لحسابهم إنه نحن الأقوى نحن الذين نأتي حين نريد ورسالة لحساب إيران إيران لديها تريد أيضا أن تقول أنه هي صاحبة القرار لديها مشكلة تنتظر ماذا سيقري في أدريب في سوريا تنتظر مشكلة في العرق لم تستطع أن تحل أن تحل قضية الحكومة وقاسم سلومين ما زال هناك يتعثى ثم المظاهرة التي خرقت في البصرة هذه المساء المرتبطة بعضها والحوثي إنما كان يغطي ويراوغ وهي مراوغة مكشوفة والأسباب التي أوردها غير صحيحة وغير مقنعين أي إن كان لكنني أعتقد أن المسألة لا تتحملها الحوثي وحدة تتحملها الأمم المتحدة تتحملها الحكومة الشرعية فيما هي تتراقى وتتباطى وتعطي تنازلات تنازلات كثيرة ثم لا تواقه يستثمرها الحوثي وتظهر الحكومة أين ظهرت التنازلات؟ ظهرت حين تخلت عن الدخول إلى الحديدة في سبيل المفاوضات ثم بعد ذلك الحوثي يراوغ في المفاوضات وتذهب الحكومة وتقعد ثلاثة أيام في انتظار ماذا يريد ثم تعود أنا أظن أن الحكومة اليمنية وحتى دول التحارف تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه اللحظة حين الشعب اليمني يدفع ثمن كبير لهذه الحرك عليها إما أن تكون قادرة على وضع نفسها في المعركة في موقع القوة بحيث تقبل الحوثي على أن يتفاوض على أن يفاوض ويعطي تنازلات ويخرج اليمنين لا حد أو أن تعترف بالفشل وتنسحب وتدعى الحوثي يتقاتل مع الإخوة المسلمين ومع القاعدة هذا ما أراه أذب إليك أذب إليك دكتور علي يعني من ضمن ما جاء في حديث المبعوث الأممي أنه تحدث على أنه لابد لإنجاح المفاوضات اليمنية أن يكون هناك رغبة دولية ألا ترى أنه لا يوجد رغبة دولية كما يتحدث المبعوث الأممي إلى اليمن أستاذ الكريم بالتأكيد لا توجد إرادة سياسية لا توجد إرادة سياسية دولية ولا حتى إذن من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لو كانت توجد لديهم إرادة سياسية لكانوا منذ البداية قد أنقعوا كل هذه العمليات السياسية منذ ما قبل اندلاعها ما قبل 21 سبتمبر 2014 عندما غذت أو استولت الميليشيات الحوثية على صنعه وبقية المحافظات الشمالية إلى جانب هذا أنا في تقديري ما هو السبب بعد الموجود هذه الإرادة الدولية دكتور لو تذكر نحن تحدثنا من قناتكم الفاضلة من أنه هناك في خطة لازالت بعض الأطراف الدولية والإقليمية تريد أن تستنزف التحالف العربي وأن تغرقه في هذه الحرب وتريد أيضا من ذلك استنادا إلى الخطة الطريقة الموجودة في كيفية تفعيل وخلق بنية تحتية للفوضى الخلاقة في اليمن كمعبر لأيذن وصولها إلى بقية القيران أنا في اعتقادي هذا هو القوهر الرئيسي هناك في خطة دولية أخرى هي تريد أن تتقاسم المنطقة بحيث أن يكون هناك سايكس بيكي جديد داخل المنطقة وتمتد السنة هذه الخطة الجديدة ليس فقط للقزير العربية ولكن للوطن أو الشرق الأوسط بشكل عام لذلك أنا في تقديري الأخوة في التحالف العربي عليهم أن يتقوا في مسارات حقيقية الآن يستثمروا هذا الضعف الدولي هذه الضعف الإرادة الدولية في كيفية تفعيل كل القرارات الدولية السابقة بالضغط بمختلف الوسائل سواء الاقتصادية المالية العلاقات الدبلوماسية والسياسية الأخرى إضافة إذن إلى تطبيع أوضاع المناطق المحررة فيها القنوب بحيث أن يستعيدوا النموذج القيد لاستعادة بناء مؤسسات الدولة داخل القنوب من ناحية ومن ناحية أخرى إذن تفعيل التحالفات للحلفاء الاستراتيجيين الذين هم يمكن أن يساعدوا الأقوى في التحالف العربي من أجل استكمال أهداف عاصمة الحزم بالحل العسكري الذي هو استطاع الآن أن يحقق خطوات ملموسة في الساحة الغربي وأيضا في القبهة القنوبية وفي مناطق أخرى أيضا في سعدة أنا في تقديري هناك كثير من الوسائل تلك التي يمكن أو من البدايل تلك التي يمكن استخدامها بحيث نستطيع أن نحقق خطوات ملموسة إلى الأمام وبالتالي نستطيع أن نحقق ونضمن الأمن القومي الخليقي والعربي والسلم الداخلي بتطبيع الأوضاع أيضا داخل المناطق القنوبية ومن تم الانتقال لك تكون المناطق الحوثية والمناطق المسيطرة عليها عبارة عن قزيرة معزولة باستكمال تحرير الميناء الحديد أنا في تقديري كثير من الأوراق سوف تسقط وبالتالي نستطيع أن نحقق أهداف أخرى استراتيجية لم تكن ممكنة أو متناولنا حتى هذه اللعبة حسن لماذا لا تنفذ القرارات الدولية في اليمن حتى الأمم المتحدة أظن أنها بدأت تتخلى عن هذه القرارات والمبعوث الأممي وحتى الدول العظمى الدول الراعية تتحدث عن القرار 22-16 بنوع من الخجر وإلا لكانت تخذت إقراءات حاسمة وإقراءات فعالة لإكراه الانقلابيين على التسليم أظن أن هناك فعلا قرار بأن تستمر الحرب هناك موافقة ورغبة غير معلنة بأن تطور الحرب في اليمن وأن تذهب البلاد إلى نوع من التقسيم أو التشضي هذا ما يلاحظ وما يرى من خلال التقاعص في اتخاذ إقراءات قوية اتقاه الذين يعرقلون الحرب أظن أن الشعب اليمني لم يعد يتحمل ما يدور الآن لم يعد يتحمل المقاعة والدل والدم والقهر لكن كيف يسكت المجتمع الدولي؟ هذه مسألة تعطي أو تنم عن رغبات دفينة سيئة لدى المجتمع الدولي ولدى الدول وليس الممتحدة الممتحدة هنا تعبر عن إرادة الدول إرادة الدول الكبرى إرادة الدول المهيمة على المجلس الأمن ولا تعبر عن قوة حقيقية أو عن دولة فوق هذا العالم دكتور علي تحدثت على أن المعارك هي التي يمكن أن تحسم ما يدور في اليمن ولكن كلما تم التقدم في المعارك العسكرية في اليمن تظهر تقارير وانتقادات توجه للتحالف باستخدام مفرط للقوة أو بوجود عدد كبير من المدنيين يسقط وتم التأكيد أنه سيتم الرد على هذه التقارير أستاذ كريم من على قناتكم هذه وقبل فترة طويلة مع بداية الحرب كنت أؤكد وأجزم من أن هناك اختراقات من بعض العناصر الموالية للحوثيين سواء من جماعة الإصلاح أو جماعة ما يسمى بين هلالين جماعة عليم حسن الأحمر والتي كانت فيها العمليات العسكرية ونبه نارهم أكثر من مرة من أنهم هؤلاء يعطون أحداثيات للجماعات سواء أو أحداثيات في التقاهين الأحداث الأول لطيران التحالف من أنهم يضربوا القوة أو نيران صديقة للقوة الصديقة التي كانت هي من محاوظات القنوب متقهة لتحرير البلانطقة الأشمالية الجانب الثاني أيضا يُعطون بعض الأحداثيات للقوات علي عبدالله صالحين والحوثيين من أنهم يضربون المواقع الاستراتيجية لعمليات التعبية أو القبهات المتقدمة فيها وبالتالي أنا في تقديري إذا يستطيع التحالف العربي أن يراجع هذه الحسابات بتنظيف وتصفيت كل هذه العناصر أنا في تقديري يمكن أن يحررون الحديدة في خلال شهر واحد وبقية المناطق الأخرى الجنوبية في اليمن الأسفل بحيث لأن الجغرافية يمكن أن نساعدهم أيضا الحاضنة الشعبية الموجودة هناك والحاضنة المذهبية إلى حد كبير وأيضا الظلم الذي وقع على اليمن الأسفل خلال 1300 سنة أنا في تقديري يستطيعون من أنهم ينتزعون كثير من الألغام تلك التي لا زالت تعرقل هذه اللحظة وبالتالي أنا في تقديري جزء من الشرعية أو بعض العناصر داخل الشرعية هي التي تحمل مسؤولية لكن إذا استطعنا مع الأخوة في التحالف العربي أن نوقد هذه الأفكار القيادة في أنها نبلورها في اتقاه إمكانية لما الشمل وتعزيز اللحمة وبالتالي أيضا الارتقاء في أيضا كيفية التزاوغ بين الأهداف استراتيجية والأهداف التكتيكية بحيث أن نعرف منهم والحلفاء الاستراتيجيين الذين يمكن أن يكونوا هم أدوات فاعلة في إمكانية تحقيق أهداف على صوت الحزم وعادة الأمل لكن للأسف أنا أريد من الأخوة أيضا في التحالف العربي أن يستوعبوا هذه الحقائق بحيث أن يمكن أن نحقق أشياء كثيرة على الأرض نذهب بها إذا لطاولة المباحثات لتكون أبراء وضغطة على الحوثيين وهذا حتى قطع المشروع الإيراني عن قنوب القزير العربية وأؤكد من أنه الآن استطعنا أن ننقح إلى حد كبير في قطع هذا المشروع خاصة في المحافظات في القنوب لكننا أيضا نريد إلى تعميق ذلك وتوسيعه بحيث أن نحاصره وحيث أن يتحول المناطق الشمالية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي إلى القنوب لبنان أو الضاحية القنوبية التي تكون بيد إيران أنا في تقديري هذه القضايا يجب أن نستوعبها ويجب أن نبلورها ويجب أيضا أن نستخدم أشياء جديدة أدوات جديدة يمكن أيضا أن تفعل هذه الأمور في اتقاه إمكانية تحقيق الأهداف الكبرى طيب سيد حسن يعني غريفث تحدث على أنه سيتم المحاولة من أجل إجراء مفاوضات قادمة في حالة إجراء هذه المفاوضات كيف يمكن أن تسير؟ دعني أتم ما قاله ضيفك فيما يتعلق ب اختراق الحوثي للحكومة الشرعية أظن أن هناك اختراق كبير الحوثي يتصرف من ميراس 1300 سنة من الحق والدهاء ثم هناك إيران بكل ما تملكه من تقاليد راسقة في السياسة وفي الدبروماسية وفي العسكرية أيضا أظن أن هناك اختراق ليس في المجال العسكري فقط وإنما أيضا في الاقتصاد وفي إدارة السياسة المالية والنقدية الحوثي وموجود داخل الحكومة الشرعية هذا أولا ثانيا فيما يتعلق بتقارير حلو الحقوق الإنسان أظن أن هناك أيضا تراخي أو فشل في أداء الحكومة في هذا الأمر وإلا فإن جرائم الحوثي واضحة وكثيرة بأكثر بأبعد مما يكون بالأمس قائد حوثي يقتر طفل لأنه رمى بكرة يلعب كرة فمرت إليه من يتعلق بما يقول غريفيت الآن لا أظن أنه يستطيع أن يحدد لم يحدد متى متى تقري محادثة قادمة أظن أنه سيبذل قهد كبير وسيتعب مع الحوثي وأنا كنت أقول أن يصرح بأنه سيذهب إلى مسقط بعد أن تلقى صفعة من الحوثي ذلك يقلل من شأنه كشخص ومن كرمه ثم من الأمم المتحدة أظن أنه سيبذل قهد طويل ولن تكون هناك مفاوضات في المدى القريب وإذا حدثت فإنها مرشحة للفشل إذا لم يكن هناك تغير على أرض المعركة لم يكن هناك تقدم لقوة الشرعية على وقت التحديد أظن أن الحوثي يلعب على مسألة الوقت بطريقة ذكية ويراهن على تفكك قبهة الشرعية هناك انقسامات داخل الحكومة الشرعية ويجب أن نعترف وأن نقول هناك جماعة الأخوان المسلمين يشتغلون كأنهم كتلة لوحدهم وهناك جماعة بقايا علي عبدالله صالح وهناك من يتبع عبدالربو والجميع لا يحكمهم ضابط واحد ليست هناك قيادة موحدة داخل الشرعية وهذا الذي يعطي قوة الحوثي قوة الحوثي من ضعف الشرعية إذا لم يتحقق هذا إذا لم يتحقق وحدة الأداة العسكرية والقيادة السياسية في طرف الشرعية ويكون هناك توازن يقبر الحوثي على المقيد إلى مدى التفاوض فإن غريفيث لن يحقق أي إنجاز وإذا جمعهم فإنه لن يتقدم سيراوغ الحوثي وسيأتي وسيعود دون وصول إلى نتائج محددة شكرا لك الكاتب الصحفي اليمنية سيد حسن العديني كنت معنا في القاهرة شكرا لك ومن لندن شكرا موصول إلى الدكتور علي مؤمن الكاتب والمحل السياسي اليمنية متواصلون معكم وفي الملف القادم اشتباكات القامشلي حادث معزول أم مقدمة لحسابات سياسية بين الأكراد ودمشق مرحبا بكم اشتباك دام بالقامشلي بين قوات الأمن الكردية والجيش السوري يسفر عن قتلى وجرح من الطرفين اشتباك يأتي بعد يومين فقط من إعلاني الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية تشكيل إدارة موحدة للمناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال وشرق سوريا رغم نفيها السعي لإقامة دولة مستقلا لكن في المقابل تؤكد دمشق مرارا إصرارها على استعادة سيطرتها على كل سوريا وأن شمال شرق سوريا لن يلقى معاملة خاصة فما هي خيارات الأكراد في تحقيق مطالبهم وأي الطريقين ستفضل دمشق المفاوضات أم الحسم العسكري وما هو الدور الأمريكي الذي دعم الأكراد خلال السنوات الماضية في هذه الأزمة خاصة مع وجود قواتها للمنطقة في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار شمال غرب سوريا صوب محافظة إدلب تسيطر حالة من التوتر على شمال شرقي البلاد بعد اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش السوري وقوات الأمن الكردية في مدينة القامشلي عدد من القتل والجرحة سقطوا من الجانبين في هذه الاشتباكات التي جاءت في عقاب جولتين من المفاوضات بين الأكراد والحكومة السورية لحل المسائل العالقة بين الطرفين ونادرا ما تشهد المدينة اشتباكات بين الطرفين الذين يتقاسمان السيطرة عليها إذ تسيطر قوات الدفاع الوطني السوري على مطار المدينة ومعظم الأحياء ذات الغالبية العربية فيها بينما يسيطر الأكراد على الجزء الأكبر منها ويسعى الأكراد من خلال التفاوض مع دمشق في الحصول على حكم لا مركزي على بعض المناطق غير أن دمشق قررت أكثر من مرة عزمها استعادت السيطرة على كامل المناطق في سوريا وسبق للرئيس السوري أن هدد باللجوء إلى القوة لفرض السيطرة على مناطق نفوذ الأكراد من دون استبعاد التفاوض وتقدر مساحة الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التابعة للأكراد نحو 27% من مساحة سوريا والتي تحتوي على حقول نفطية مهمة ونرحب في الستوديو بالدكتور محمد شاكر أستاذ القانون الدولي والقياد بطيار الغد السوري مرحبا أهلا ومن بيروت ينضم إلينا خرش الدلي الخبير في الشؤون الكردية والتركية مرحبا بك أبدأ معك دكتور محمد هناك من يتحدث على أن حادث القمشلي هو حادث عارض لا يتعدى اشتباك ما بين مجموعة من الأفراد يحملون السلاح فحدث هذا الاحتكاك في حين أنا هناك رأي آخر أن هذا الحادث له تبعات وله دلالات أخرى تختلف عن كونه مجرد حادث بذلك مساء الخير وأهلا بك والأخوة المشاهدين وبالتأكيد ليس حادث عرضي يعني يعني ما جرى في القمشلي هو يعني دعني يقول لك إذا أردنا أن نعرف ما الذي جرى في القمشلي علينا أن نعود إلى ما جرى في قمة طهران يعني أمس وما العلاق قمة طهران أوضحت يعني نحن الآن العملية السياسية تمر بمرحلة كسر عظم أو كباش روسي أمريكي من جهة وأيضا بين الدول الضامنة هناك اشتباك إقليمي حاد بصراحة لم تصف الحسابات والدليل على ذلك أنه حتى الذين يعني زعماء القمة صرحوا بأنه بالرغم من وصول إلى أي نتائج في قمة طهران أمس ولكن لابد من التعاون لأنه لابد من العملية السياسية لو عدنا إلى التصريحات سأنه رئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن هدنة طالبة بهدنة بالمقابل تحدثت روسيا وإيران عن ضرورة قمع الجماعات الإرهابية وهذه معادلة صعبة عندما تكون الجماعات الإرهابية منها جبهة النصر أو أحرار الشام متمتلسة داخل المدنيين بين ثلاثة مليون مدني تركيا دعني أقول لك وروسيا تدرك ذلك أيضا لديها مفاتيح تفكيك جبهة النصر وهذه الورقة التركية التي تلعب بها تعرف أن تركيا هي داعم لوجستي لجبهة النصر ولأحرار الشام ولجميع الفصائل المسلحة الموجودة في أدلب وروسيا تدرك بأن مفتاح حل هذه الجماعات بيد تركيا ولكن تركيا لم تأخذ بعد ضماناتها كيف يمكن أن نربط ذلك بما حدث في القمشلي سأكمل لك نعم ولكن تركيا لم تأخذ بعد ضماناتها ما الذي يضمن لها إذا تركت أو سلمت ورقة أدلب بأن لا تجد ما تفاوض عليه من أجل من أجل مشكلتها مع الأكراد لذلك يبدو أن هناك شيء من يبدو يعني حلف أو ما يشير إلى تقارب إيراني سوري نظام تركي بمسألة الأكراد وأيضاً الإشارات التي أرسلها الرئيس الإيراني روحاني لولايات المتحدة الأمريكية عندما أقحم الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث عن عدم شرعية الولايات المتحدة عدم وجود الشرعي في شمال شرق سوريا ما يعني أن ما حدث ليس حدثاً عارضاً لذلك تحدثت تحركت الحادث الذي حصل أن القوات السوية قوات النظام السوري أو هي مجموعات دفاع مدني تتبع النظام السوري دخلت إلى مناطق ليست من مناطقها وهي مناطق لأن النظام السوري يتموضع في المربع الأمني وفي اللواء 165 لذلك هذه القوات السورية دخلت في مناطق للإدارة الذاتية وحاولت احتجاز بعض العناصر وحدث ما حدثاً إذن المسألة ليست يعني عارضة أو يعني لا علاقة لها بما يجري يبدو أن تأخير أو فشل الهدنة هو ليس فشلاً يعني في العملية السياسية بقدر ما هو فشل آني تحتاج إليه الدول الضاملة تصفيد حسابتها تركيا تنتظر من النظام ومن إيران إيجاد حل للأكراد حتى تستطيع تقدم لهم حلاً في مسألة الجماعات الإرهابية هذا كل ما حدث فيه طيب دعني أضيف نقطة بس نقطة إذا سمحت سريعة نقطة سريعة أيضاً هناك بعض المؤشرات قبل حدوث الحدث يعني قبل يوم من 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 عقاد القمة نعم حتى أعطيك الصعيد الدولي لما حصل قبل العقاد تحركت دخلت أكثر من 150 شاحنة تحتوي عربات ومعدات تعم لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق الإدارة الذاتية ما يعني إشارة قوية أيضاً من روسيا من الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا بأنني موجود في سوريا وهذا ما حصل يعني طيب هدب إلى بيروت سيد خرشد يعني هل بالفعل لا يمكن أن ننظر إلى حادث القمشلي بمعزل عن ما يدور إن كان في سوريا أو إقليمياً أيضاً مساء الخير لك سيدي ولضيفك ولمشاهديك يعني دعني أختلف قليلاً مع الدكتور تفضل في مسألة التوصيف الحادث بأنه ليس عارضي وكأنما هو مصمم لتفجير العلاقة بين الكرد والنظام أو الحكومة السورية أنا أعتقد قراءة دقيقة لتفاصيل ما حصل اليوم ربما يغير وجهة نظرنا بأن الحادث ربما يرجح أن يكون عارضي ودليل ذلك ليس هناك لا في دمشق ولا لدى الإدارة الزاتية الكردية قرار بالصدام إنما هو العكس تماماً الآن منذ نحو أكثر من شهر هناك مفاوضات وحصلت جولتين وكل طرف يبدأ نوع من الرغبة ربما ولو نظرياً بحل توصل إلى صيغة ما تفضي إلى حل هذه الإشكالية أو العلاقة وحتى في الصعيد الميزاني العقلي لا أعتقد أن هناك مصلحة لدى الطرفين بصدام أو مواجهة عسكرية ولكن أيضاً ضعني أتفق على مستوى تحليل السياسي الأقليمي مع الدكتور بأن هناك نوع من القوى الأقليمية والدولية وأقصد هنا تحديداً تركيا وروسيا وإيران بأن هناك سمة رغبة معينة في محاولة لمسألة الدفع أو الصدام مع النموزج أو مع النفوز الأمريكي في مناطق شمال شرق سوريا وربما أردوغان يريد سمناً للتنازل عن إدلب أو تخلي عن المجموعات المسلحة بشكل أدق فيها مقابل أن يتم تقديم امتيازات لتركيا في مناطق شمال شرق سوريا في الواقع تحت سيطارة الإدارة الزاتية أيضاً بحكم الصراع الآن الذي يشتد بين أيران وأمريكا في أكثر من جبهة والإحداث الآن الدموية التي تفجرت في العراق ربما أيران تبحث عن رغبة معينة في الوصول عبر هذه المناطق ولا سيما إذا انقطعت طرق معها من جهة بغداد روسيا بالتأكيد هي في صراع النفوز مع الولايات المتحدة على الساحة السورية وبالتالي ضمن هذه المؤشرات نعم أتفق بأن هناك مؤشرات أقليمية روسيا أيانية تركيا في محاولة للصدام مع الأمريكان وربما الأمريكان نفسهم يعرفون هذا الأمر ولذلك مسألة وصول الإمدادات ربما تحضير لهذا الأمر وخاصة إذا انتهت معركة إدلب وبالتالي سيكون هذا استحقاق قائم ولكن على أرض الواقع عندما نعرف خريطة قامشلي مثلاً وكيف أن هي مناطق معظمها تسيطر عليها الإدارة الزاتية مقابل وجود مربع الأمن والمطار تحت سيطرة قوات الحكومة السورية لا أعتقد أن مثل هذا الأمر هو بمعنى مقصود فيه تفجير العلاقة بين الطرفين إنما نسبة لتداخل المناطق حصلت إشكاليات سابقة مثل هذا الأمر وهذه الأحداث تنتج عن احتكاكات مباشرة ربما هي وليدة اللحظة التي يتوم فيها نوع من الملاسنة حتى الكلامية بين عناصر من الجهتين تتحول إلى اشتباك ومن ثم يتم تطويق هذا الاشتباك وأعتقد أن ما حصل في قامشلي اليوم لا يخرج عن هذا الإطار ودليل ذلك لم نشهد ما بعد هذه الحادثة أي تدعيات أخرى على العكس تماما حصلت اجتماعات كما سمعت من وسطات بين الطرفين حصلت وربما تم تطويق الأمر ولذلك أعتقد أن تدعياتها ستبقى محدودة رغم خطورة الحدث الذي حصل طيب دكتور محمد هل يمكن للأكراد في هذا التوقيت أن يغامروا عسكريا؟ لا أعتقد الأكراد يدركه بأن بأن استحقاقاتهم في سوريا هي في إطار الدولة الوطنية السورية الموحدة يعني وهم بصراحة عندما تخلت عنهم الولايات لاحظ مدى 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 الارتباط بين تصريحات الولايات بين تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الأكراد وبين ما يحدث من أحداث على صعيد الساحة السورية فيما يتعلق بالشمال السوري عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وكان هناك نوع من التقارب مع الأتراك بين واشنطن وأنقرة عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بأنها ستسحب قواتها وأنها ستوقف الدعم قوات سوريا الديمقراطية اتجهت قوات سوريا الديمقراطية إلى النظام ونحن نتذكر وأنا كنت هنا في حلقة حول هذا الموضوع وأصبح يطالبوا بلا مركزية عندما أكراد يطالبوا بلا مركزية كل السوريون يطالبوا بلا مركزية المركزية هي نظام لتطبيقها الديمقراطية في إدارة الدولة الوطنية الوحية ثم حدث تحول كبير في العلاقة بين الأتراك يعني هي رمال متحركة بين الأتراك والولايات المتحدة الأمريكية بسبب مسألة القس فعادة الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على تركيا بمسألة ملف الأكراد وعادت من جديد وأرسلت 150 شاحنة وهذا دليل أنه دعم حقيقي يعني قبل القمة التهران بيوم واحد أثناء هذه قبل الإرسال لدفعة الدعم 150 شاحنة توجهت أيضا مرة ثانية بعد هذا الارتباك الذي حدث توجهت قوات السور الديمقراطية أيضا في محدثات مع النظام وأنا تحدثت مع أحد قياديهم يعني على الهاتف قالوا يعني نحن الآن فشلنا فشلنا دريعا معهم يعني يعني تقريبا فك الارتباط وفك أي تعاملات بين النظام وبسبب حدث لذلك لاحظ سبب حدث حدث القامشلي لا ليس بسبب قبل حدث القامشلي قبل حدث القامشلي نعم بعد ما الولايات المتحدة الأمريكية قررت دعمهم من جديد عادوا وإنخلوا إذن الأكراد سواء الأكراد أنا دعني أقول لك هي مسألت يعني ضيفك الكريم يعني يتحدث عن أنها عارض نعم يعني ربما تكون عارض ولكن أن يخرج النظام لأول مرة ويخرج من مربعه الأمني المحدد له بالاتفاق مع الإدارة الذاتية ويدخل على مناطق الإدارة الذاتية ويحاول احتجاز أو اعتقال عناصر من المنطقة يعني يعتبر يعني أكيد العناصر لم يدخلوا لوحدهم لو لم يكن هناك يعني دفع أو مؤشر من الأعلى إذن المسألة تتعلق بشكل العلاقات الشائكة سواء بين القوى علاقة الكرد مع النظام سواء بين القوى الضامنة الثلاث أو بسواء العلاقة بين ولاية الاتحاد الأمريكية وروسيا لذلك أنا لا أعتقد بأن الأكراد يعني أكثر من وأيضا النظام يعني يعني نلاحظ يعني ما يجري يعني سواء النظام يعني دعنا نكون صريحين يعني قمة للأسف يعني قمة طهران يعني لا يوجد فيها طرف سوري يعني ويقررون مصير سوريا إذن لا نظام يستطيع أن يقرر شيء بمصير سوريا ولا الأكراد ولا غيرهم وهذا الدفع الذي جاء من الأكراد يعني كنا نتوقع بأن تكون هنا حادثة ما في الشمال الشرقي يعني بسراحة بعد تصريح روحاني بمسألة وانت تعرف الدور الإيراني يعني إحنا إيران تلعب على مسألة الفوضى يعني في أي منطقة تحاول أن تجد لها موطق قدم فعندما وجه الرئيس روحاني بتحدث بوجود القوات الأمريكية وعدم تواجدها وعدم مشروعيتها يعني هو بالتأكيد سيوجه رسائل إلى من تدعمهم الولايات المتحدة الأمريكية وبالفعل القوات التي اشتبكت هي قوات بصراحة يعني هي قوات رديفة وهي نوع من القوات التي تأتمر بصراحة بالرؤية الإيرانية وهو ما حصل في أقام الشبية اليوم سيد خرشد هل وضح في الفترة الماضية وحتى هذا الحادث توقف الكردي هل حسموا أمرهم بالتوجه للتفاوض مع الحكومة السورية هل هذا هو التوجه أم يمكن أن يتحول في أي وقت سيدي واضح عندما الأكراد الكرد أعلنوا أن خيارهم هو التفاوض وأبدوا استعدادهم للتفاوض بدون شروط وزهبت وفود كردية إلى دمشق وتحاورت مع الحكومة السورية هذا كان خيار كردي والأكراد يعتقدون في النهاية أن مشكلتهم لن تحل إلا ضمن السورية سواء كان مع الحكومة السورية أو مع باقي القوى المؤسرة في الساحة السورية في النهاية الكرد في سوريا هم جزء من هذه الحالة وأعتقد أن حل هذه القضية ربما مرتبط أكثر بتاسوية سياسية لمجمل الأزمة السورية وأتفق مع ضيفك ربما أن دور القوى الخارجية الآن هي التي تأخذ القرارات وهي التي تتحكم في المشهد السوري وبالتالي ربما هذا الأمر يشل من فعالية السوريين في مسألة كيفية حل قضاياهم ولكن دعنا أيضا نكون دقيقين اليوم القرار الموجود في شمال سرق سوريا ربما هو يأتي في سياق استراتيجي أمريكي وأيضا كما هو في مناطق أخرى تتعلق بالروسي والأيراني وبالتالي أي أمر لا يمكن أن يكون بحالة سنائية بمعنى كحل نهائي ما دوم يتم دون توصل إلى تفاهمات بين القوى الكبرى في هذا الأمر ولكن لو قلت ما هو يعني النبض السوري الكرد السوريين سيقولون بالتأكيد أننا نبحث عن خيار سياسي يكفي الهذر الدماء يكفي تدمير المناطق نبحث عن صيغة تعايش يمكن من خلالها الجميع أن يتعايش ضمن الدولة أو الحدود الوحدة الدولة السورية نعم دكتور محمد هذا الموقف الكردي الأخير بالتوجه إلى التفاوض والحديث في وسائل العالم لا توجد شروط مسبقة غير بعض الطلبات وليست الشروط كما ذكروا هل يمكن أن يسهل الوضع في هذه المنطقة ويتم استعادة الوضع الأمني المستقر هي المشكلة يعني ليست يعني نكررها وكما قال أي ضيف قلت أنا وقال ضيفك الكريم أيضا هي المسألة مسألة الصراع السوري هي مسألة كسر عظم بين قوى إقليمية وقوى دولية هذه الإشكالية لا إشكالية بين أي مكون سوري حتى الأكراد أنفسهم يعني أنفسهم عندما ذهبوا إلى دمشق طرحوا مسألة اللامركزية كما العرب طرحوا اللامركزية أيضا كما نحن في المعارضة السورية عندما نتحدث عن دولة ديمقراطية طرحنا اللامركزية وهي يعني 85 دولة بالعالم تتبع يعني تطبط اللامركزية إذن المسألة لا تتعلق بالأكراد كمكون سوري أنا أرى كل ما يجري في الشمال الشرق السوري هو مسألة كباش روسي أمريكي إضافة إلى مسألة ضغوط تحاول تمارس تمارس يعني ضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من قبل روسيا لكسب نقاط سياسية من تركيا بالمقابل تركيا أيضا لا تستطيع أن تقدم أي نقطة سياسية قبل أن تضمن مسألة الأكراد لاحظ عندما توجه الكرد إلى المحادثات الأخيرة بين الكرد هل مشكلة تركيا كلها مع سوريا هي الأكراد فقط تركيا والآن أنا أقول لك ربما نحن قادمون على حلف يعني بين النظام وروسيا وتركيا تركيا ليس لديها سوى مسألتها مع الأكراد كل ما قيل عن مناصرة الشعب السوري كل ما قيل عن مناصرة الثورة كل ما قيل حركات الإسلام السياسي التي دعمتها تركيا وأطالتها كله حتى إطارت أدم الصراع التي حكيتها تحل مشكلة تتعلق بأمنها القومي لذلك كما قلت لك عندما توجهت قوات سوريا الديمقراطية مجلس سوريا الديمقراطية توجه إلى دمشق ولمست تركيا بأن الأكراد قد تحل مشكلتهم داخل الدولة الوطنية السورية قبلت بمسألة تفكيك جبهة النصر وصنفت فورا بأن تلك المرحلة جبهة النصر بينها جماعة إرهابية هذا هو نبض الموقف التركي بالنسبة للأكراد نعم أخيرا سيد خرشد هل أعيد نفس سؤال هل تركيا كل مشكلتها مع سوريا هي الأكراد يعني واضح أن السنوات الأخيرة تركيا أبدلت أولويتها بما كانت تقول سابقا إسقاط النظام والإتيان بجماعات المسلحة وتحديدا جماعات الإسلام السياسي وبشكل خاص أخوان المسلمين أبدلتها تحديدا بمسألة محاربة المكون الكردي ووجود الحالة الكردية التي نشأت في مناطق شمال شرق سوريا وأعتقد أن تركيا في سبيل ذلك مستعدة لأن تذهب صفقات وأن تقدم تنازلات والآن موقف ما حصل من مرحلة حلب إلى الآن كل السياسة التركية تدير في هذا الفلك ولكن أنا أعتقد هذا يلقي مسؤولية أيضا على الحكومة السورية وعلى الكرد بمعنى لماذا يسمحون لتركيا بأن تصبح طرفا داخليا في القضايا السورية الداخلية هذا يتطلب من طرفين أنا أعتقد أبعد من الحديث عن رغبة في الحوار إنما أن يكون هناك جدية أن يكون هناك إرادة عقيقية أن يكون هناك برنامج واضح وآليات عمل واضحة لتوصل إلى صيغة في النهاية هذا الأمر سيؤدي إلى تقوية الموقف السوري وسيؤدي إلى إفشال المخططات التركية تركيا في النهاية يا سيدي هي كما ضيفك يقول أن تربط أمنها القومي لا أعتقد أن أحدا في سوريا يهدد أمن القومي تركي ولكن المشكل أن تركيا تتدخل ليس فقط في سوريا إنما في معظم الدول العربية لصالح أجندات وجدها أردوغان يحتحمل هذه الأجندات نوع من الطابع استعادة ما يسمى العثمانية الجديدة أو الدور التركي الأقليمي تحت أسهم دعم الحقوق الإنسان أو السورات أو ما غير ذلك هذه المشكلة التي أعتقد مشكلة ليست تتعلق فقط بسوريا إنما بمجمل علاقات العالم العربي مع تركيا وهذه العلاقات لذلك تشهد مزيد من التوتر وعندما يجد أردوغان أن نفسه سياسته وصلت إلى طريق مسعود مزدود ويجد أن استحقاقات الميدانية والسياسية تفرض عليه حقائق معين يذهب إلى عقد صفقات سواء مع روسيا أو مع إيران وربما حتى مع الولايات المتحدة في مناطق محددة عندما هذه الصفقات ستنقذ مواقفه السياسية وسياسته التي وصلت إلى طريق مزدود تجاه الأزمة السورية سيد خرش الدلي الخبير في الشؤون الكردية والتركية كنت معنا من بيروت شكرا لك دكتور محمد شاكر أستاذ القانون الدولي والقياد بطيار الغد السوري كنت معنا في الستوديو شكرا لك تنتهي هذه الحلقة من وراء الحدث نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة